أحبتي في الله أعزة التوفيق للإنسان حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان وحدت بهم عزماتهم نحو العلا فسروا فما نزلوا إلى نعمان باع الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدايا ذلة الحرمان فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسال يوم رهان وأخ الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان نعوذ بالله أن نكون من أولئك نعم أحبتي إن الكسلان عن طاعة الله وعن عبادة الله هو ذاك الرجل الذي لا يسلك طريقا إلى الجنة أبدا بل كل طريقه زيَّنه له الشيطان لأن على قلبه الران والعياذ بالله إنها الجنة أحبتي إخواني وأخواتي سألوا عنها الصحابي الجليل حرام بن ملحان رضي الله عنه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما طُعِن حرام بن ملحان وكان خال أنس بن مالك قال فُزتُ وربُّ الكعبة رواه البخاري وفي رواية أنه نثر الدم على رأسه فقال فُزتُ وربُّ الكعبة لماذا قال ذلك أحبتي؟ لأنه رأى النعيم المقيم رأى الجنة رأى الحور العين رأى ما أعدَّه الله لأهلها رأى الفوز والنعيم المقيم هناك فرأى الفرق بين الدنيا والآخرة إنها الجنة رأى الفوز والنعيم المقيم Yea ترجمة نانسي قنقر